هنيجي بقى لحكم أجنبي بس مش هو كمان المشكلة كابتن أحمد حسام ميدو وعلى فكرة عايزين نديله حقه في حاجة لأن تجربته هي أنا أرى أن هي تجربة إهلمية مختلفة وعلى فكرة فيها حاجات إحنا بنستمتع بيها حتى لما وجهنا له المرة اللي فاتت نقط كان فيه جزء مهم جدا عندنا حق فيه لما أنت يا كابتن أحمد حسام ميدو طلعت وقلت رأيك في لعبتين أمبي قلنا أن رأيك ده غلط وإنت دايما بتصدر أحكام متسريعة في لقطة التحكيم وترجع تعتذر عنها وترجع تلاقيها غلط فمفترض أن أنت تهدي ده شوية كابتن أحمد حسام ما تعلمش الدرس ولكن افتكروا معنا بقى عملنا حاجة هنا إحنا بنذكرها لنفسنا إن إحنا قلنا له فين ديرموت جالجر الحكم الأجنب اللي بيجي وعلى فكرة يا فقرة رائعة فينه من لعبتين أمبي عشان كنا موسقين إنك كنت عتبقى غلط ما جبتوش طيب عملت ده بعدها فوقعت أيمن أشرف قلت في تويتين إيه نعرض التغريتين قلت يا جماعة الكرة فاول ما فيهاش كلام قرار صحيح من الفار وحاكم المباراة بإلغاء هدف الأهلي ما فيش حاجة في الكرة بالعافية إحنا برضو اللي بالعافية كابتن الشناوي أخيرا خد حبوب الشجاعة طيب يعني كابتن ميدو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لا دي التالتة ونتمنى تكون التالتة تابتا يعني حصل قبل كده انت حالات كان لك رأي فيها ورجعت قلت أنا بعتذر طيب نشوف الأول جالجر قال إيه عن اللعبة عشان بعد كده نعرف كابتن ميدو إزاي دايما بيكون رأيه خطأ تحكميا ونتمنى بس يعني إيه وحدة وحدة قبل ما نقول قراءنا التحكمة نطلع ونشوف جالجر قال إيه أنا سألته عن الهدف اللي تم إلغاؤه والراجل قال لي إنه هو متفاجئ ومش مصدق إن الحكم لغى الجول بيقول إن الكرة جول 100% بيقول إن المهاجم اللي هو في الحالة دي أيمان أشرف عنده كل الحق إن هو يروح للكرة أنا عن نفسي كنت شايفها مش جول هو بيقول إن هو دخل في أرجمنت مع ألان شيرر الإسبوع اللي فات في 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 الستوديو في إنجلترا فهدف برضو مماثل على ماجواير وألان شيرر كان بيقول إن هي فاول وهو قال إن هي مش فاول فهو بيقول إن الجول بتاعمنا دي الأهلي آآ جول 100% وهو متفاجئ إن آآ آآ الكرة أو الحكم آآ راح لـ VR ولغى، ولغى الجول. يعني الحاكم الحكم والمحلل متفاجئ ان الحكم راح للفار وما لو عارف التويتات اللي انت كاتبها حيتفاجئ اكتر ولا لا بس في نقطة بقى هنا تانية في كلامك وكالعادة بتخالف معيارك وهو ان رغم ان جالجر قال ان اللعبة كانت هدف صحيح ومفترض حكم الساحة ميرجعش للفار كنت انت برضو متمسك بفكرة بس انا شايفها جول طب هو ده اصلا المعيار اللي انت حطته لنفسك ولمشاهديك داخل البرنامج نطلع ونشوف كابتن ميدو وهو بيتكلم وبيعتذر للحكم ابراهيم نور الدين عن شيء مماثل نشوف الفيديو يبقى انا بعتذر لابراهيم نور الدين لان انا هجمت ابراهيم نور الدين بشكل كبير جدا على قراره ان هو راح للفار وما حسب الكرة محسب هاش فنالتي وانا تلاقيت هجمته بشكل كبير جدا لكن انا راجل مش بتاعت حكيم انا على تويتر بقول رأيي الراجل ديرموت بيقول ان قرار ابراهيم نور الدين كان قرار صحيح مليون المية وان هو مستغرب ان الفار اصلا نده له ان هو يبص على الكرة هو شايف ديريزنو ايناف كونتاكت يعني مفيش التحام كافي في الكرة وان هو شايف ان ابراهيم نور الدين كان صح ان هو ما يحتسبش الكرة ضرب الجزاء زي ما انا تلاقيت هجمته ابراهيم نور الدين بقولك باعتذرلك انا اسف انا مش حكم انت صح انا غلط على فكرة احنا مش بنعيد الفيديو ده برضو نفس الفكرة ان الحكم كان قراره هو صح واندهاش من جالجر وميدو هنا هو اللي خالف معياره اول مرة كان بيتكلم في فكرة انا مش حكم وقال حاجة موئمة جدا انا على تويتر بقول رأيي وممكن اتقبل ده ان كابتن ميدو في مساحة شخصية على تويتر بيقول رأيه ولكن داخل البرنامج البرنامج ده مساحة خاصة بالقناة اللي بيقدم فيها البرنامج ولكل المشاهدين فهو قال انا بعتذر انا ما بقولش رأيي انت الحكم انا مش حكم انا غلط طب المرة دي بعد الرأي بتاع جالجر والمرة التالتة كابتن احمد حسان ميدو بيصر على ان هو برضو يقول رأيه اللي بيطلع غلط قال انا برضو شايف ان الكرة مش هدف اتمنى كابتن ميدو توحد معيارك لان الحتة دي بتخونك كتير جدا وبيبقى فيه تناقضات صارخة مع ان زي ما قلنا في حاجات في البرنامج احنا شخصيا بنستمتع بيها ولكن حقوق النادي الاهلي اهم بالنسبة لنا من اي حاجة